الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين فقهنا أجمعين في الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هذا الباب هو أول باب في كتاب التوحيد يجعل المصنف رحمه الله تعالى عنوانه آية من كتاب الله الباب التي سبقت كل باب له عنوان باب من الشرك كذا باب من ذبح لغير الله باب لا يذبح إلى آخره هذا أول باب يجعل عنوان الباب آية وهذه الطريقة مسلوكة عند السلف في كتب الحديث يترجمون في عدد من التراجم بآية إذا كانت الآية دالة على المقصود يعني اجتملت على مقصود الترجم فالآن لما تقرأ باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون لما تقرأ وتريد أن تستخلص عنوان للترجمة ما أخوذ من هذه الآية التي اكتفى بها تدرك مباشرة أن هذه الترجمة عقدت لإقامة الحجة وبيان البراهين والأدلة على بطلان الشرك عقدت لذلك ترجمة عقدت لإقامة الحجة وبيان البراهين والحجج والأدلة هدال على بطلان الشرك وفيها الرد على كل مشرك في كل تعلق بغير الله على كل مشرك في كل تعلق بغير الله وذلك أن الآية بين فيها في هذا السياق الذي هو إبطال الشرك أن كل من يدعى من كل من يدعى غير الله سبحانه وتعالى لا يملك شيئا أولا هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولا يخلق شيئا شيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم أي شيء ولو قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ليس هذا فقط وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره المشرك ما عظم ربه حق تعظيمة حين سوى به حجرا أو شجرا أو غير ذلك من الأوثان المتخذة المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الاستفهام في قوله أيشركون استفهام توبيخ وإنكار على هؤلاء المشركين في صنيعهم القبيح اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا أي لا يملك خلق أي شيء وإنقل وهم يخلقون هم أنفسهم مخلوقون لله أو جدهم سبحانه وتعالى من العدم أي يسوى هذا المخلوق من العدم برب العالمين خالق الخلقي أجمعين وأيضا في إقامة البرهان قال ولا يستطيعون لهم نصرا هذا الذي يعلق قلبه به ويتجه إليه بدعائه واستغاثته وطلبه لا يستطيع له نصرا لا يستطيع أن ينصره الله جل وعلا يقول ومن نصر إلا من عند الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد النصر من الله ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى وكل هذه الأنداد المتخذة صفتها هكذا كما ذكرها لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يعني لا تستطيع نصر غيرها ولا أيضا نصر نفسها فهذا كله في تقبيح الشرك والرد على المشرك وبيان بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى وأن قبح ما عليها المشرك وفساد طريقته ظاهر من جهات كعديدة بينات في الآية في قوله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ثم استمر السياق أيضا في كله في ابطال هذا التعلق ثم استمر السياق كله في ابطال هذا التعلق وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون واستمر نعم الأسياق في إبطال هذا التعلق وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعو شراكاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون كل السياق في إبطال الله ولهذا لو أخذ الطالب العلم يقرأ هذه الآيات ويستخلص منها براهين براهين في إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله سبحانه وتعالى قال أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا الآية وأيضا الآيات بعدها كلها في الباب نفسه ولما ذكرت البراهين جاء بعد هذه البراهين وإقامتها جاء حقيقة التوحيد في الآية التي بعدها إن ولي الله إن ولي الله فهذا هو التوحيد وما قبله كله إبطال للشرك وبيان لفسادي وقبح ما عليه المشرك قال رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وأيضا هذه الآية الكريمة أوردها لبيان قبح الشرك وبطلان ما عليه المشرك قال الله تعالى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ من دونه أي من دون الله كائنا من كان هذا المدعو وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَهِ أي من دون الله كائنا من كان هذا المدعو ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير الآيات التي قبلها الآيات التي قبلها كلها في براهين التوحيد توحيد الله وجوب أفراده سبحانه وتعالى بالعبادة براهين عديدة ذكرت في من أول السورة من أول السورة هو فيها ذكر براهين عديدة إلى أن قال سبحانه وتعالى ذلكم يعني الذي وقيمت هذه البراهين على وجوب إفراده بالعبادة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير بعد أن عدد سبحانه وتعالى البراهين فيما قبلها من آيات عديدة براهين وجوب توحيده قال في أبطال التعلق بغيره واتخاذ الأنداد قال والذين تدعون من دونه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير هو اللفافة التي تكون على النواة نواة التمو الرقيقة والمقصود ما يملكون ماذا شيئا ولو كان من أقل القليل ولو كان من أقل القليل لا يملكون شيئا ما يملكون من قطمير قطمير هذه الكلمة جاءت في سياق نفي ما يملكون ما نافية فجاءت في سياق نفي وإذا دخلت من يكون أبلغ أيضا في النفي من قطمير يكون أبلغ في النفي فإذا هذا البرهان على فساد عبادة هذه الأوثانة المتخذة المعبودة من دون الله أنها ما تملك شيئا ما تملك شيئا مثل قولها قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل ومثل قول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذننا هذه الآية ولعلها تأتي لاحقا وصفها بعض أهل العلم أنها اقتلعت شجرة الشرك من أصولها ولم تبقي لمشرك متعلق كل ما يخطر ببال المشرك ليتعلق به جاءت هذه الآية في سورة سبا جاءت في ابطال ذلك كل ما يتعلق به المشرك فلم تبقي لمشرك متعلق ولعلها بإذن الله سبحانه وتعالى تأتي معنا لاحقا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من كطمير هذه الآن واحدة في الأبطال بعدها قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم هذه الثنين لا يملكون لا يسمعون الأمر الثالث لا يجيبون وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذه الثلاثة الآن براهين لا تملك لا تسمع لو سمعت ما تقدر تجيب فالبراهيم ثلاثة التي ذكرت هنا لا تملك شيئا لا تسمع لا قدرة عندها على الإجابة ثم أمر آخر ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي تكفر وتتبرى منهم يوم القيامة والصنم الذي اتخذوه والحجر والشجرة كل هذه تتبرى من عابديها وتكفر بهم يوم القيامة هذا كلام من؟ رب العالمين ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير هذا الختم للآية بقوله ولا ينبئك مثل خبير يعني خد هذا العلم الرب العالمين المطلع على الخلائق الخبير ببواطن الأمور وخفايا الأشياء وما لا يطلع عليه ما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم أحد المقصود بهذه الكلمة أي اليوم الذي وقعت فيها المعركة بين المؤمنين والمشركين قرب جبل أحد قرب جبل أحد وقصة المعركة معروفة وكان فيها النصر للمؤمنين ثم لما نزل الرمات من الجبل والتفى عليهم بعض المشركين وجاءوا من هذا الموطن حصلت هذه المعصية النزول والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهاهم أن ينزلوا حتى لو رأوا النصر لا ينزلون لكن نزلوا فقتل في المسلمين عدد كبير ومن الذي حصل في ذلك اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام شج أي رأسه وكسرت رباعيته شج رأسه وكسرت رباعيته شج الرأس وكان الدم ينزل على وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت الرباعية الإنسان فيه ثلاثة أربع رباعيات وهي ما يليء الثنية أربع رباعيات وهي لم تقلع وإنما صار فيها كسر كسرت في تلك الغزوة رباعية النبي يعني واحدة من من الرباعيات كسرت فقال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأحد الجبل المعروف شمال المدينة والذي حصلت عنده هذه الوقعة التي معركت معركة أحد عادة النفوس الموطن الذي يكون فيه هزيمة أو شيء يعني محزن للإنسان أو دماء للمسلمين أريقة أو أشياء من هذا القبيل يتنقبض النفوس منه ربما يعني إن كان الإنسان عنده شيء من التشاؤم يتشاؤم منه المكان وتنقبض نفسه منه ومن الجبل القريب من الموقع هذه عادة الناس معروف هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه أحد جبل يحبنا ونحبه هذا حديث أنس في الصحيح قال أحد جبل يحبنا ونحبه هذا فيه أيضا تصحيح لهذا المفهوم كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله نور وحكمة كله نور وحكمة قال أحد جبل يحبنا ونحبه نحبه نحن معاشر المؤمنين ونحن نحب جبل أحد لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولحبه للنبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين وأحد ماذا؟ ما هو؟ جبل أحد جبل جماد لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بهذه الصفة لجبل أحد لكن هل نستطيع من عند أنفسنا أن نصف جبل أحد بصفات أخرى ما جاءت في حديث؟ بعض الناس يدخل في جوانب من الغلو ويبدأ يصف من عنده لا، مثل هذه الأمور أحدنا فيها التوقيف قال يحبنا نقول يحبنا إذا قال قال كيف نقول الله على كل شيء قدير إذا قال قال كيف هذا نقول إن الله على كل شيء قدير من المفاهيم المغلوطة الخاطئة في فهم هذا الحديث بعضهم يعني وهذا من الجهل بالعلم من الجهل بالعلم بعضهم يقول أن مما يستفاد من هذا الحديث أن جبل أحد صحابي هكذا يقول جبل أحد صحابي بل بعضهم يقول هو الصحابي الموجود ما بقي أحد من الصحابة إلا جبل أحد إذا كان جبل أحد صحابي فنحن ماذا نكون؟ من التابعين نحن نحن ما التابعين؟ ما فيه أتباع تابعين إلى قيام الساعة ما فيه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين هذه ما فيه أنه جبل أحد باقي إلى قيام الساعة فكلنا نرى وكلنا تابعين رأينا صحابي ولهذا بعضهم يقول أحد رضي الله عنه ويعده في الصحابة وكل من كتب في الصحابة من أئمة العلم والفقه والبصيرة في دين الله يكون هذا كلم يستدرك عليهم فاتهم صحابي بزعمة جليل ما ذكروا في كتب التراجم للصحابة رضي الله عنه هذا من الجهل بالعلم هذا من الجهل بالعلم جبل أحد جماد ونحن نقف مع النصوص في حدود ما دلت عليه أما التكلفات هذه والتوسعات والتخرصات والتكلفات والتنطعات هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان ويتعد من الجهل بالعلم تعد من الجهل بالعلم قال في الصحيح عن أنس قال شجى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته جاء في بعض كتب السير أن الدم جعل يسيل على وجهه وعليه الصلاة والسلام وجعل يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم كيف يفلحون قوم هذه صفتهم كيف يحصلون فلاحا كيف ينالون فلاحا أولا كسر الرباعية وشجى الوجه هذا من الدلائل لما قاله الله في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يصيب مثل ما يصيب البشر فهو عبد كما أخبر عن نفسه وكما وصفه به ربه سبحانه وتعالى والعبد لا يعبد ولا يصرف له شيء من حقوق الرب ولا يعطى شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع ولا يكذب قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء الفلاح هذا أمره بيد من بيد الله الهداية بيد الله صلاح القلوب الدخول في الإسلام هذا كله بيد الله ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء هنا قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح هؤلاء كيف يفلح هؤلاء كيف يأتي لمثل هؤلاء فلاحا فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الأمر لله يتوب أو يعذب هذا أمر أمر لله سبحانه وتعالى وكثير من رؤوس هؤلاء وبعض الذين سماهم بأسمائهم ودعا عليهم بأسمائهم تاب الله عليهم وسيأتي معنا في الحديثة الذي قبله فهذا من براهين التوحيد وأن الأمر كله بيد الله قال الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء النبي عليه الصلاة والسلام عليه ماذا إن عليك إلا البلاء أما الهداية والفلاح ومن يصلح لأن يكون من أهل الجنة ومن لا يصلح إلا أن يكون من أهل النقر هذا أمر بيد الله أمر بيد الله سبحانه وتعالى حرص أشد الحرص على إسلام عمه وجلس عند رأسه وحاول معه مرانا ومات عمه وهو يقول على ملة عبد المطالب هو على ملة عبد المطالب فأنزل الله تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته ولكن الله يهدي من يشاء هناك أحبه هدايته وما تعمه على غير الإسلام وهؤلاء يقول عليه الصلاة والسلام كيف يفلحون كيف يصلحون كيف يهتدون وهذه صفتهم وهداهم الله هداهم الله سبحانه وتعالى بل واحد من الذين كانوا عند عند عم النبي يحضه على أن يبقى على الملة بل على ملة عبد المطالب واحد منهم أسلم ودها الله وكان يثني عم النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام هذا كله أمره لله سبحانه وتعالى لما نقرأ مثل هذه المعاني هذه تقوي في القلب ماذا التوحيد وأن الأمر كله بيد الله هذا الآن أشرف خلق الله وأفضلهم وأعظمهم جاهن صلاة الله وسلامه عليه ولما قال كيف يفلح قوم فعلوا كذا وكذا أنزل الله ليس لك من الأمر الشيء ليس لك من الأمر الشيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم هذا أمره لله عزوز وتاب الله عليهم كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده نعم قال رحمه الله وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم ملعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء نعم وهذا الحديث حديث بن عمر هو أيضا بمعنى الحديثة الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقنط وهذا يسمى قنوط النوازل يقنط ويسمي أشخاصا بأسمائهم في قنوتي اللهم العم فلان وفلان اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله فبعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحم يقول اللهم العم فلان اللهم العم فلان وراءه الصحابة من المهاجرين والأنصار كلهم يقولون آمين النبي عليه الصلاة والسلام يدعو والصحابة يؤمنون فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالهم في رواية ذكر فيها أسماء من كان يلعنهم قال في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشان يسميهم بأسمائهم يقول اللهم ما العم فلان اللهم ما العم فلان ويسمي هؤلاء بأسمائهم يعني يطردهم من رحمتك وراءها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار يدعو ويقولون آمين آمين يؤمنون أن يطردهم الله وأن يبعدهم من رحمته فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعدمهم هؤلاء الذين سماهم بأسمائهم اللهم ما العم فلان اللهم ما العم فلان اللهم ما العم فلان بأسمائهم والصحابة يؤمنون هؤلاء كلهم تابوا وأسلموا وحسن إسلامهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر مرات عديدة يلعن بأسمائهم والصحابة يؤمنون وأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فتاب عليهم راد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا تاب عليهم وهداهم وأسلموا وحسن إسلامهم فلما تتفكر في هذه الكصة هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة في موطن إجابة الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وصفة عباد الله صلوات الله والسلام عليه ومع ذلك أنزل الله هذه الآية فيستفاد من هذا ألا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير من بغير الله هداية نجاة فلاح سعادة شرح صدر أي أمر لا يكون هناك تعلق إلا بمن إلا بالله عز وجل الذي بيديه كل شيء ليس لك من الأمر شيء هذا يفيد أنه لا يكون هناك تعلق بأي مخلوق وهذا أشرف المخلوقات صلاة الله والسلام علي وإنما التعلق يكون بمن يكون بمن بيده كل شيء هنا ليس لك من الأمر شيء والتعلق يكون لمن بيده كل شيء لمن بيده كل شيء نعم لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا أيضا في الآية الأولى التي جعلها عنوان للترجمة قولا أَيُسْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ سَيْئًا فيها أن ما لا يخلق سيئا لا يدعى وإنما الذي يدعى خالق كل شيء وإنما الذي يدعى خالق كل شيء أَيُسْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ سَيْئًا مَا لَا يَخْلُقُ سَيْئًا لا يدعى وإنما الذي يدعى خالق كل شيء الله خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فهو الذي يدعى خالق كل شيء أما المخلوق الذي لا يخلق شيئا لا حقية له في شيء من الدعاء أو العبادة ثم ختم الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين أقارب الشخص وعشيرة الأقربين هم بن أبيه الأدنون القريبون أو قبيلة عموما لأن هؤلاء هم أحق الناس ببره الأقربون أولى بالمعروف فهم أحق الناس ببره فلما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش المعشر الجماعة يا معشر قريش أو كلمة نحوها أو كلمة أو كلمة نحوها أي كلمة قريبة من هذه الكلمة يعني شك الراوي هل قال يا معشر قريش أو جاء بكلمة قريبة من هذه اللفظة اشتروا أنفسكم في رواية أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا بيننا قرابة لكن لا أغني عنكم من الله شيئا لأنه لا يملك شيئا صلاة الله وسلامه عليه لأن المالك هو رب العالمين الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور قال اشتروا أنفسكم وفي رواية أنقذوا أنفسكم معنى ذلك أي خلصوها من النار بالتوحيد هذا هو المعنى أنقذوا أنفسكم أي خلصوها من النار بترك الشرك وبإخلاص التوحيد والدين لله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وترك الأصنام والأوثان ومجانبة عبادتها لا ينجيكم من ذلك إلا هذا لا اعتماد على حسب ولا على نسب ولا غير ذلك وإنما ينجيكم من ذلك توحيد الله ومجانبة الشرك عمم في قرابته يا معشر قريش ثم خص الأقربين قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا لما عمم في قرابته يا معشر قريش خص هؤلاء القرابة الأدنون العم والعمة والبنت كلهم يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من النار اشتروا أنفسكم أي بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى قال سليني من مالي ما شئتي لما احتاجت خادما في القصة المشهورة ذهبت إليه في بيته تسأل خادم هذه من ماله لكن هداية صلاح نجاة فلاح فوز شرح الصدور إلى غير ذلك هذا كله بيد الله لا يملك منه عليه الصلاة والسلام شيئا ولهذا قال لا أغني عنك من الله شيئا فهذا كله من الدلائل والبراهين على التوحيد وإذا ثبت بالأدلة أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم وأفضل الخلق وصفة عباد الله وسيد ولد آدم يتضح من هذه الأدلة أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يملك شيئا من هداية أو صلاح أو نجاة أو فوز بالجنة لا يملك من ذلك شيئا المالك لذلك كله هو الله فهذا برهين التوحيد ودلائل وأن الدعاء والالتجاء والاستغاثة والطلب هذا كله لا يولجى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين الأولى تفسير الآيتين أي قوله أي شركون ما لا يخلق شيئا وأيضا التي بعدها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وفي كل منهما إبطال الشرك وإقامة البراهين والحجج الواضحة على بطلانه نعم الثانية قصة أحد قصة أحد وما فيها من عبر وعظات نافعة في فهم التوحيد ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام شج فيها وكسرت ربعية وقتل فيها خلق ما أو عدد من الصحابة رضي الله عنه ففيها أنهم لا يملكون شيئا المالك للنجاة للسلامة للعافية المالك لذلك هو رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى الثالثة قنوة سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة نعم في صلاة الفجر إذا رفع رأسه من ركوع كان يدعو على أشخاص بعيانه والصحابة السادة الأخيار رضي الله عنهم يقولون آمين ومع ذلك نزل قول الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم وتاب الله على هؤلاء الذين كان يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم باللعنة أي الطرد من رحمة الله الرابعة أن المدعو عليهم كفار أن المدعو عليهم كفار الذين كان يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام باللعنة والطرد من رحمة الله كفار ومع ذلك أنزل الله ليس لك الأمر شيء أو يتوب عليهم وتاب عليهم سبحانه وتعالى الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم نعم يعني فعلوا أشياء عظيمة خطيرة جدا من ذلك أنهم شجوا النبي وكسروا رباعية وهؤلاء الرؤوس الذين كانوا يسميهم بأسمائهم كانوا من أشد الناس تحريضا على قتال النبي والسعي في قتله وقتل الصحابة رضي الله عنهم وحرضوا كانوا سبب في إراقة هذه الدماء الكثيرة من دماء الصحابة فمع ذلك كله تاب الله عليهم مع ذلك كله تاب الله عليهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله في صلاة الفجر أن يلعنهم أي أن يطردهم من رحمة فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم فهذه من العبرة العظيمة المستفادة من غزوة أحد وهذا الغزوات عند دراستها ينبغي أن يركز أول ما يركز الدارس في الغزوات على فهم التوحيد أول ما يركز لأن أصلا الغزوات ما كانت إلا لأجل التوحيد وحماية حماه نعم قال رحمه الله السادسة أنزل الله عليه ولم أرى أحدا ممن ألف في السيرة اعتنى بهذا الجانب إلا الشيخ محمد عدوها في سيرته كان مركزا على هذا الجانب استنباطات من السيرة جوانب التوحيد ودلائل التوحيد وبراهين التوحيد وهذا من فتح الله عليه رحمه الله نعم السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء نعم يعني مع كل ما سبق أن الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الله والذين يؤمنون على دعاء صحابه سادة أخيار والمدعو عليهم كفار وأيضا مع كفرهم كانوا اشتد أذاهم على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة مع ذلك كل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور ومآلاتها هذا بيد الله يتوب على من يشاء ويهدي من يشاء يعني لله الحكمة البالغة عليم بخلقه حكيم عم النبي أبو طالب أمضى حياته نصره للنبي وحماية الله ودفاعا عنه ومات وهو يقول على ملة عدم الطالب وهؤلاء في معادات وأذى عظيم فلله الحكمة البالغة الأمر لله الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ولا يحكم أحد على أحد يعني قد يكون إنسان من أكثر الناس ويظن من يعرف سيرته أنه لا يهتدي ويكون بعد ذلك من أحسن الناس هداية حتى ربما يكون أحسن هداية وصلاحا ممن كان يظن فيه أنه لا يهتدي الأمر لله الأمر لله سبحانه وتعالى السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا نعم أو يتوب عليهم أو يعذبهم يعني الأمر لله إن شاء يتوب وإن شاء يعذب الأمر له وتاب عليهم تاب عليهم صفان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن إنشام وآخرين أيضا وأبو سفيان عدد وتاب عليهم مع ما حصل منهم والأمور العظيمة التي حصلت تاب الله سبحانه وتعالى عليهم فالأمر لله من قبل ومن بعد الثامنة القنوط في النوازل القنوط في النوازل هذه سنة ماضية ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما فعل في قنوته هذا صلى الله عليه وسلم التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم هذا لا يؤثر على الصلاة لما يكون في قنوط النوازل يدعى على أشخاص بأسمائهم يقول فلان أبو فلان يذكر اسمه واسم أبي هذه التسمية في سياق الدعاء لا يؤثر لا يؤثر على الصلاة نعم العاشرة لعن المعين في القنوط نعم لعن المعين في القنوط مثل ما جاء في هذا الحديث نعم الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين نعم قصته أنه فعل ذلك مباشرة مباشرة فعل ذلك جمعهم وأنذرهم وخص وعم صلى الله عليه وسلم كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن نعم لما أمره الله هذا الأمر جد عليه الصلاة والسلام واجتهد ونادى في قوم صاحفهم وجمعهم ولما اجتمعهم أنذرهم هذه الندارة حتى قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا فهو على إثر ذلك سفه ورموه بالجنون ورموه بالسفة وصاروا يحذرون منه ويصفون بالمجنون وينفرون الناس عنه لم يبالي بذلك استمر عليه الصلاة والسلام فيما فيما أمره الله سبحانه وتعالى به نام الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين ثم ذكر هذه المسألة الأخيرة قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب من قرابة بعيدة ومن من قرابة الأدنون يا معشر قريش يا عباس عم رسول الله يا صفي عم رسول الله يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنكم من الله شيئا أي أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ويقول الشيخ حتى قال يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا يقول فإذا صرح وسيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن بنت سيدة نساء العالمين ومن يسمع هذا الكلام يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول للا الحق ثم ينظر فيما وقع في قلوب الخواص يعني ليس العوام في قلوب الخواص يعني بعض من ينسب إلى العلم من الجهل في هذا الباب الجهل في التوحيد والاعتقاد بالأولية والاعتقاد بالمقبولين والاعتقاد بأنهم يملكون كذا ويملكون كذا من أمور لا يملكها إلا رب العالمي ينسبونها للا الأولية يفعل ذلك بعض الخواص فضلاً عن العوام يقول فإذا نظرت يتبين لك التوحيد وغربة الدين يتبين لك التوحيد وغربة الدين نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وتوفيقاً وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطاً مستقيماً اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمورنا وامورنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وقل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا ومحمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شرطة شكرا